العراق كله خير على خير ذهب أسود وماء عذب ونقل فريد في العراق تشاء الأقدار أن تزرع أرضه بالألغام والقهر والحرمان لكنه البلد المقتنز بالخيرات يتربع على عرش المرتبة الأولى في ثمار وأصناف تخبئها الأرض في باطنها الكمو أو باللهجة العراقية تشيما ويسمى أيضا باسم الفجع هنا في صحراء العراق يختبئ المخلوق الفضائي ويسمى بذلك لأنه نتيجة صعقة رعدية تضرب الأرض فتفرغ شحناتها الكهربائية في دوامة سريعة جدا لتجمع كل مكونات المعادن الثمينة فتصبح قطعة ثمينة أغنى من فوائد اللحم رغم الألغام والذئاب لا يخشى العراقي أن يجمع الكماء في أسوأ الأحوال في الكنز البديل عن الظروف المادية الصعبة وبديل يقول العراقيون إنه خير من الله نبيعه ونأكله في أوروبا يصل سعر كيلو الكماء إلى مئة الدولارات بينما لم تحمل الأرض العراقية هذا الموسم الكثير منه فيصل الكيلو عند تصديره سعرا باهظا في الداخل ويصل إلى سبعة دولارات فقط الكماء له مزاد وتجار وخبراء ومنه تستفيد العائلة العراقية وتستلذ طعمه وأكله في كل موسم سقط المطر متأخرا كما هي الخيرات المتأخرة عن العراقيين بفعل السرقات والفساد لكن الله يخبئ للعراقي من رحم أرضه كما أن يغنيه عن الجوع ولو لبضعته أشهر المؤلم في الأمر أن سعر الكماء قد قفزت بسبب الندرة هذا العام عندما يتم تصديرها إلى دول الخليج الأكثر ثراءا كما هو نفط العراق وماءه وكهرباءه وبقية خيره المسلوب